تم تأييد الحكم الابتدائي في حق معتقى الرئيس سفيان حمدات والمتمثل في عام حبس نافذ وهكذا سيبقى إلى غاية 31 مايال 2023 في السجن شهادات حية وموثقة لمعتقلي الثور الشعبية داخل مظلمة سيد محمد بالعاصمة تحت استماع رجال القانون حيث تمت اليوم محاكمة عدد عدة ناشط حراكيين من ولايته الطارف عن نابا وكانت تصريحات لبعض منهم كالتالي بيلال تريكي تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق إبراهيم بوسمينة أنا شاهد على ما قاله بيلال تريكي وأنا أيضا تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي زكريا قرفة زكريا المنقذ تعرضت ولازلت أتعرض لتضييقات في السجن أنا مريض بضغط الدم والسكري ولدي وصفات طبية للأدوية اللازمة لكن لم يحضروا للدواء كما أنهم لم يخرجوني بعد من زنزانة العبور مع أن مر أكثر من شهر وعند تساؤلي عن السبب كان الرد من رئيس الاحتباس اسم عمليح هذا الرد هنا يموت قاسي يعني هنا تموت في الترانزيت هذا اللي يسموه فتيحة داودي أنا الآن في الزنزانة الفرادية مظلمة منذ شهرين وأشرب من ماء المرحاض لعدم توفر مياه الشرب للعلم أن عمرها خمسة وستين عام تشرب من ماء لتواليت لأن مانعين عليها الماء وصلوا إلى منع الماء على المساجين يمنعون الماء على امرأة بلغتنا العمر خمسة وستين سنة الذنبها أنها تريد جزائر حرة جزائر ناهضة دولة مدنية جزائر العدل والحق والقانون هاو الذنب الداحة كون كانت من نوع آخر يفتحوا لها ويوعثوا حتى للحج ويفتحوا لها الكباريات عزكم الله مالك رياحي ناشط سجنة على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول والدة مالك رياحي أنا حزينة على أبنائي سجنولها ثلاثة من أولادها أنا حزينة على أبنائي لكني سعيدة لأنهم لم يدخلوا السجن بسبب ارتكاب فعل خاطئ ذهبوا إلى السجن لقولهم الحقيقة هذه والدة مالك رياحي واللي نعرف أنه عنده شقيقين أيضا كانوا سجنون ومرة في مرة كانوا في اثنين مسجونين أو في ثلاثة مسجونين ويدخلوا واحد خرجوا واحد يزيدوا دخلوا الاخر وهكذا يعني عملية انتقام من عائلة رياحي لأنهم يريدون نهضة هذه البلاد يريدون التوقف عن نهب أموال الشعب يريدون دولة في خدمة الشعب وليس في خدمة كمشة من الجنرالات محكمة سيد محمد تم استدعاء الحقوق قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة الوكيل مع صحفي سعيد بودور للسماع غدا 7 سيفتومبر أمام قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة للذكر كان تم تقديمهم يوم 29 أبريل 2021 مع تسعة مواطنين آخرين أمام قاضي التحقيق وهؤلاء هم ياسر رويبح مصطفى قيرة طاهر بوتاش واللي راهم موجودين في الحبس المؤقت أكثر من 14 شهر أو 15 شهر راهم في الحبس المؤقت ظلما وعدوانا هؤلاء ثلاثة هم أعضاء في حركة رشاد والطاهر بوتاش ومصطفى قيرة أعضاء في أمانة حركة رشاد وياسر شاب صغير لكنه كبير في عقله وفي دفاع عن الشعب عذبوه عذاب شديد تحرشوا به جنسيا ضربوه ما لا يتوقفون عن ضربه مصطفى قيرة يعذبونه هذه الأيام عذاب شديد عذاب النكرة لأنه نهار اللي خرج للجنازة في وفاة ابنه خرجوه ساعة ونص أو ساعتين التم حول الجزائريين هناك ورفعت شعارات دولة مدنية مشي عسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية فينتقيمون منه انتقام شديد طار بوتاش قام بإضربات أيضا وهو مصطفى عن طعام طار بوتاش أيضا في حالة صحية سيئة وعذبوه عذاب شديد لم يستطيعوا إخراج أي واحد منهم باش يدير دحدوه لم يستطيعوا لم يستطيعوا الأحرار والله تعطيهم الأرض وما فيها تعذبهم بما تستطيعوا بما لا تستطيعوا لن تستطيعوا لكن استثناء أخونا بن حليمة اللي كانوا رعبوه رعب شديد أما هناك بعض الآخرين راموا في الخارج وراهم خدمين عند ناصر الجنب بدون فقط بوعود وعود فقط وفضحوا وكشفوا وعرفتهم الناس ونهاية مزرية ما كنا نتمنى لهم هذه النهايات نهاية مزرية وهو أن الناس تكتشفهم أنهم كانوا مندسين كانوا خوانا كانوا يريدون إفراغ الحقيقة إفراغ هذا الحراك وكانوا يعتقدون بعضهم كان يعتقد أنه ممكن يأثر في حركة رشاد حركة رشاد لم تولد للسلطة حركة رشاد وردت للمقاومة السلمية ثم ستختفي الحركة ولذلك مهما فعلوا لن يستطيعوا لن يستطيعوا وكل هذه اللي بدات وكأنها ضربات والشيطنة وإرهاب حركة ما زاد الحركة إلا قوة وثبات وصمود وما زاد أعضاءها خاصة المعروفين إلا قوة لأنهم لا يبحثون عن سلطة إنما يبحثون عن حرية شعب الجزائري وستختفي حركة رشاد في اليوم الأول الذي يختار الشعب الجزائري حكومة شعبية مدنية إذن إخوانا اللي اذكرت هؤلاء مع سعيد بودور ومع جميل الوكيل وبوشوشا إضافة إلى نوردين بن دلة كريم الياس اللي رمتحت رقابة القضائية عماد محمد خليفي محمد زكريا جاهد عماد محمد المتابعين بالتهم أوجنا هذا التهم كلهم سواء أعضاء رشاد أو غير رشاد جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني جناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ليقرر قاضي التحقيق القضب الجنائي لدى محكمة وهران تخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق وأنا من هنا أقولها لهم ونحن يعني برك باش مي باش مي يظلموش ظلما وعدوان ما عادت ثلاثة اللي ذكرتهم خطر شدير لهم قاعدتهم متى عندهم علاقة بحركة رشاد حتى قدر شويشة حتى السعيد بودغور حتى جميلة لوكيل وأذل لا علاقة ولا الآخرين اللي ذكرتهم الثلاثة فقط اللي أعضاء في حركة رشاد الآخرين مش أعضاء في حركة رشاد واللي ذكرتهم الثلاثة يتشرفون وطلبت منهم أن يقولوا مناش من رشاد قال لكم لا احنا من رشاد ورشاد حركة سلمية وحركة تريد الخير للبلاد وحركة تريد أن تبني البلاد رشاد ليست حركة إرحابية لم تكن يوما ولن تكون يوما والعالم أجمع يعرف أنها سلمية وتدعو إلى التغيير السلمي لكنها تدعو إلى التغيير الجذري ها هو الفرق والله لو لقيتونا ندعو إلى إصلاح يعني شروط العبودية أعطونا حاجة لهيه ونسكتو عليكم وهنا إلى آخره لكركم تمتحو فينا وجيبونا في قنواتكم كما راكم دايرين مع بعض ما يسمى بالأحزان لكن حركة رشاد ليست حزبا حركة مقاومة ليست حزبا يريد أن يصل إلى السلطة مع أن من حق الناس عندما تقوم دولة مدنية من حق الناس أن تصل إلى السلطة لماذا؟ وليوصل إلى السلطة الأخرين كما قال واحد يبحثون عن الوصول إلى السلطة ولونتم تبحثون عن عن ماذا طبيعا أن الناس تبحث إلى السلطة تقدم بمشاريعك والشعب يختار ليس الدياريس تختار الآن رأي الدياريس التي تختار وصبحت تختار الأبشع حتى داخل الأحزاب هذه كاين بعض الناس مرة مرة يكون واحد مليح داخل الحزب لا بس بيخلاقوا مليحة يقولوا ماذا ما يساعدناش هذا شوفونا شوفونا الأقدار اللي عندكم شوفونا القذيرات والقذيرون اللي عندكم اللي عندهم ملفات أخلاقية خاصة أو ملفات عمالية ورشاوي هذا يجيبهم ونحن ندره برلماني ونحن ندره مجلس ولائي ونحن ندره مجلس بلدي وهكذا إذن جايبين كمن واحد داري لهم تهمة وكانوا قال لك على أساس أنهم هذون كانت التهمة طبعا أنا موجود في هذه التهمة ومنشعر في حاكمين عليا عشرين إلى ثلاثين سنة إلى آخره رام حاكمين عليا الآن أكثر من ثلثمائة سنة في مجموحة أكثر بكثير قال لك كانوا سيشكلون منشعر في وهران لماذا شكلوا لماذا يروح من يروح من الساكن العاصمة أو ساكن قسنطينة أو جيجي بش يدير في وهران في وهران كاين عضاء حركة رشاد في وهران وراء المشكل ولماذا هذون يذهبون له ذهبوا يومها لأنهم كانوا يدعمون في إخواننا في وهران اللي كان القمع شديد وكنا طلبنا من كثير من الجزائرين أن من يستطيع منكم أن يذهب إلى وهران فليذهب لأن القمع كان رهيبا وشديدا ضد وهران يريدون أن تظل وهران مكان قدر مكان للملاهي للعبودية للفساد لتدمير الأخلاق لتدمير السكان وهران ليس هكذاك وهران هذه في التاريخ مدينة مناضلة مقاومة مجاهدة واجهة اسبانيول وواجهة الفرنسيس وواجهة ولمئات سنين وهران زبانة وإخوانه لكن يريدون لأن وهران يحبوا يدروا هاري كرياسيون تعالفساد العارم الحمد لله أن الأغلبية العظمى من وهارنا ليس هكذاك والناس تستطيع أن ترجع للحراك وفي فترة وإن كان وهارنا يخرجوا بعشرات الألف لكن كان قمعا شديدا واعتقلوا منهم وعذبوا وسجنوا واشتروا وتعبوا الناس لكن آي جاية الأمور بإذن الله وأمور أخرى كثيرة يعذرني إخواني لأنه ربما يتصل أشياء كثيرة المساعد مش دائما يقدر يجمع كل هذه إخواننا ولكن من يجد على واحد من خاوتنا أو مذكرناه مش من فضلكم يبحثونا نحن لا نفرق بالجزائريين كل حراكي أو حراكية بغض النظر على أفكاره بغض النظر على السياسة اليامن بها أو يتبع إذا كان يامن بالدولة المدنية دولة العدل والحق والقانون يدافع عنها هذا هو الكريتيريا هذا هو المعيار فقط